الطهارة أو النظافة الشخصية حقيقة تمنع كثير من الأمراض في الجسد و خاصة أمراض المعدية ابتداء من الرأس و نظافة الشعر حينما يغسل الإنسان شعره بإذن الله عز وجل يمنع كثير من الأمراض كذلك صحة الفم و الأسنان و أمراض العين تقي كذلك من أمراض الجسد بشكل عام سواء أمراض البكتيرية أو الفيروسية أو الفطريات فكلما كان المسلم طاهرا و نظيفا كلما كان صحيحا و صحيا نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا و أن يرزقنا الحياة السعيدة و الصحية